نفذت القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السعودية البحرية ممثلة بعدد من المجموعات والفصائل المسندة من عناصر الإسناد العرض العسكري النهائي المشترك على مختلف المستويات ضمن اليوم الأخير من تمرين عبدالله 5 اختتم في هذا اليوم التمرين التزامني عبدالله 5 بين وحدات الأمن البحرية الخاصة بالقوات البحرية الملكية السعودية والقوات الخاصة الأردنية ولله الحمد تحققت الأهداف المرجوة من التمرين والتي تضمنت عدد من التدريبات الصارمة والمكثفة في مجال مكافحة الإرهاب والأمليات الخاصة وإزالة المتفجرات نسأل الله عز وجل أن يحفظ البلدين ويديم الأمن والأمان تبادل الخبرة والمعرفة والتنصيق المشترك في عدد من المهام والواجبات التي تخدم مصلحة الجيشين الشقيقين والمتمثلة بمكافحة الإرهاب ورفع كفاءة التنصيق والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة لأي التهديدات محتملة هي من أهم الأهداف التي خرج بها تمرين عبدالله 5 في الأردن يشار إلى أن التمرين الذي نفذ بالتزامن ما بين الأردن والمملكة العربية السعودية استمر لمدة ثلاثة أسابيع مكثفة بحيث تم العمل على العديد من التدريبات والفرضيات العسكرية التي استعرضتها اليوم القوات المشاركة في ختام فعاليات التمرين يهدف هذا التمرين التزامني عبدالله 5 بين القوى الأردنية والقوى السعودية إلى توحيد الصفوف ودك معاقل الإرهاب أينما كانت لقناة الأخبارية ميسون يونس محافظة الزرقاء ترجمة نانسي قنقر